اهلا بكم في تيك باند النهاردة هنتكلم مع بعض عن برنامج جديد وبرنامج جميل جدا اسمه اكيد كلكم او موظمكم عارفينه برنامج اللي هو بتاع اللي انت تشغل كمبيوتر حد او تعرض شاشة حد على الكمبيوتر بتاعك باستخدام اي دي كده بتتبهم عندك او عنده على حسن ما انت عيسر شاشة او تاني واحد وبتظهر شاشته في كمبيوتر كلها وتقدر تحكم في كمبيوتر من مكانك في اي مكان في العالم. برنامج جميل جدا معنا النهاردة بالتفعيل بتاعه. التفعيل الصحيح مدى الحياة اللي هو التفعيل الكوبريت طبعا فيها تلات انمع من التفعيلات للبرنامج في وفي بريميوم وفي كوبريت. مش مهم الفرقات بينهم كلهم بس احسن واحد فيهم اللي هو الكوبريت تمنوا اكتر من الفين ومس مئة دولار. طبعا طبعا البرنامج هتقدر تحمله من تحت البرنامج لوحده والتفعيل لوحده. هتفكر الضغط عما هيبقى بالشكل ده كده. ده البرنامج وايبقى فيه الباتش بتاعه بالشكل ده. طبعا قبلنا ده في التفعيل بقولك انت تنسى بتعمل لايك للفيديو. وكمان تشترك في القناة كنوع من الدعم لينا علشان نقدر نستمر في ان احنا ننزل لكم فيديوهات جديدة. وفريق يقدر يستمر ان هو يعمل الفيديوهات ديك. وينها ارفع لكم البرامج وينزلها لكم على اليوتيوب. ماشي اول حاجة هتسطر بالبرنامج وتضغط على البرنامج كده ضغطتين. اول ما يفتح معك بالشكل ده. انت هتختار وتختار تختار الاتنين دور وتختار 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 هيفتح معك دهات التثبيت على طول كده. تستنى لحد ما يخلص تثبيت وبعد كده نشوف هنفعل البرنامج ازاي. زي ما انت شايف كده البرنامج ايكون تو بدأت تظهر معنا على سلطة المكتب. زي ما انت شايف كده التثبيت وبرنامج ايشتغل معنا دلوقتي. البرنامج هو فتح لك بلوحة ارشدية لطريقة استخدامة البرنامج. تضغط على ما تلاقي البرنامج عنده فتح بالشكل ده. زي ما انت شايف يعني البرنامج مش مفاعل باي تفايل. البرنامج فري. زي ما انت شايف اهو. البرنامج فري. هتغفل البرنامج من هنا. ولو ليته هنا كمان تغفلو. اهم حاجة قبل ما تبدأ تفعيل لازم تكون معطل عندك. لازم تكون معطل تعطر بقى لمدة ساعة لمدة عشر دقايق بس لازم يكون معطل عندك عشان ما يمسكش التفعيل. التفعيل ما فيهوش اي حاجة مضرق لكن اي تفعيل بيمسكه علشان هو الحاجات دي مخلفة يعني. قبل ما نبدأ برضو لازم توقف بتاعة البرنامج من انت هتفتح هتيجي هنا على كده وتضغط لو انت في لو انت هتضغط وتختار هيفتح لك بالشكل ده هتيجي على آخر واحدة هنا وتختار تستنى لحد ما بتاعتها تفتح. اي فتحت معنا تتأكد انت لغط على عشان السهم يكون طلع لهو عشان يلتبهم لكده بحسب الحروف عشان يتسهل علينا يعني ان احنا نلاقي السيرباسي فتحت البرنامج. هتنزل تحتها من الحرف اتين عشان ندعو على اوكي. للاقيه طوق اه اه تولف هتلاقي عندك كده بالشكلة ده هتضغط علي كليك ايمين وتضغط زي ما انت شايف في البرنامج عمل قدامك. اهم حاجة ده اهم خطوة عشان التفعيل يشتغل لو دي ما نتميتش التفعيل مش هيشتغل. طبعا بعد معرفنا الطريقة الاولى انت تعمل ده في طريقة تانية بقى دولة والطريقة الاول ما ما نفعتش معك هتضغط آآ علامة او زرار اللي في الكيبورد مع حرف الار هيفتح لك بالشكل ده كده علامة آآ زرار هتكتب سيرفايزز دوت ام اس سي تكتب الامر ده سيرفايزز دوت ام اس سي وتضغط وتستنى هيفتح لك برضو قيمة بتاعتك انت تقدر تتحكم بقى في سيرفايزز تدور برضو على اهو طبعا احنا عملنا له او عملنا له فهو معمول له دلوقتي بعد كده خلاص مش محتاجينا هتاخد الباتش كده هتعمل له هو ده الباتش هزهر عندك بالشكل ده هتيجي عند ايكون تضغط كليل كمين وتضغط بعد ما يفتح لك بتاع البرنامج هتيجي كده هتاخد الباتش كوبي بعد كده هتعمل له بتاع البرنامج وتضغط على بتاع البرنامج ما كانش هيرضى يعمل باتش اه يعمل باست اصلا هنا او هيتباتش ينقل ولا حتى كان هيشتغل بعد كده هتضغط على وتضغط على وتستنى لحد ما الباتش يفتح معنا بعد ما الباتش يفتح زي ما انت شايف كده هتختار بقى الازدار اللي انت عايزه هو احسن اصدار انت تختار اللي انت عايزه يعني وتضغط على كلمة وتستنى لحد ما البرنامج يعمل له باتش بطريقة كاملة زي ما انت شايف البرنامج كده خلص معنا والباتش خلاص تقدر بقى تستخدم البرنامج لحتك براحتك تضغط هنا على اوكي وتضغط هنا على وتمسح بقى خلاص ما بقيناش عايزينه بعد كده هتجي تفتح البرنامج عادي زي ما انت شايف البرنامج قال يعني وتضغط على اوكي زي ما انت شايف لو جينا هنا على ده كده كده برنامج تم التفعيل وشغال معاك مية مية وزي ما انت شايف كده لو انت عايزت تخش على حد تكتب بتاعه هنا وتكتب الباسورد اللي واقع هيبقى زي ده كده اربع ارقام وبعد كده تختار هنا رموت كنترول تضغط على هيفتح معاك الكمبيوتر بتاعه على طول مباشرة والبرنامج شغال زي او اي حد عند ايستفسار بخصوص البرنامج او التفعيل مش شغل ممكن اكتبه تحت الفيديو يكتب كمينت كده وانا هرد عليه وهشوفه المشكلة ما تجيش تشتم وتقول البرنامج مش شغال من غير معرف اصلا مشكلتك ايه ممكن تكتب له مشكلة وانا هحلها انا مش قصدي او طورك يعني وبس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو كمان تشترك في قناة وكمان اه تعمل شير للفيديو عشان ممكن الناس كتير تحتاج البرنامج ده ومع السلامة